موسيقى مساء الخير أفلتت المواقف من انضباطها واستثمرت الساعات الأخيرة ما قبل الصمت الانتخابي كله صار محاربا للفساد كله الأفضل المرشحون بأبهى طلة وبأسوأي خطاب هذا يحارب ذاك ومرشح يشي على خصمه ورئيس تيار يترك تفاهما بحجم معراب الرابي بعد لصالح لحظة انتخابية التصريحات وكسرت المحرمات ونفذت هجوما استباقيا على الصمت لبل وكسرته قبل وصوله وفتتت مفعيله وأولى الأضرار السياسية ضربت المصالحة المسيحية المسيحية وورقة تفاهم معراب وأعادت ثنائية رياش كنعان إلى نقطة الصفر حيث بات على نائب المتن أن يمتن بعد وتجلى الخلاف في كلام وزير الخارجية جبران باسيل من البترون والذي قال لرئيس حزب القوات يا سمير عليك أن ترمي رمي رصاص أو أن توقف رمي رصاص الاغتيال السياسي علينا فهذا أيضا شكل من أشكال الجريمة وأضاف أن تقف مع أخيك لا يعني أن تكون متفرجا ولا تقوم بأي أمر في ملف النازحين وهو من مسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية فيما تركت بمفردي أطلق الدرابات من المجتمع الدولي وتابع قائلا تقولون أن وزراءكم لم يرتكبوا الفساد ذلك لأنهم لا يفعلون شيئا تتكلمون عن الفساد وأنتم تشاركون بالفساد الانتخابي وموقفكم في القانون الأرثودوكسي وإقالة رئيس الحكومة تبعية وليس سيادة وبمجب ما تقدم فإن الحاصل السياسي لتفاهم القوات والتيار قد أسقطته الحواصل الانتخابية لتستكمل الحرب وتقضي على آخر ما تبقى من خطوط بين الحزب التقدمي والمستقبل وقد كان ثمار الحرب خروج النائب وليد جملاط عن صمته بأعلى صوته قائلا للرئيس سعد الحريري ألا يدرك أهمية وموقع رئاسة الوزارة الذي تحصن بالدم بعد حروب الجبل وصولا إلى اتفاق الطائف لماذا يترك للعابثين والصارقين ومارقي الطريق وخاطبه قائلا شو صاير فيك يا سعد الحريري شو جملاط رد على الحريري ووائل أبو فعور تفرغ لجبهة بسيل الذي كان وصفه بالجلبوت وفي مقابلة مع الجديد قال أبو فعور إن قانون الانتخابات الحالي أتى ليعزز الطائفية والمذهبية وأضاف للفخر بأن أكون جلبوت في حزب كمال جملاط وهكذا دخلت مصطلحات الجلبطة بعد البرغة والبلطجة إلى القاموس السياسي ومن بوابة الانتخابات هذه البوابة الواسعة التي أدخلت نائب القوات جوج عدوان على وقع أنغامي أناديكم إلى بعقلين ودفعت بيدار الفتوى إلى إعلان البيعة لسعد الحريري تحت فتوى كلنا معك في قرق انتخابي ديني لمبدأ الحياد وعلى وقع الهزات السياسية بين الأحلاف الذين استحالوا خصوما كان رئيس تيار المردة يخرق شعبيا في طرابلس ومن بوابة فيصل كرامي ويا جبل محسن ميهزة كريح هناك كانت الاستقبالات والتدافع صورة عن صناديق ستفتح يوم الأحد ورصاص الابتهاج في جبل محسن غيره على طريق عام الفيضة زحلة التي قطعت بالإطارات المشتعلة احتجاجا على توقيف الشيخ محسن شعبان الذي يعد من أنصار النائب مؤولى فتوش هذا التوقيف دفع بفتوش إلى اتهام فرع المعلومات بممارسة سياسة الترهيب واخضاع المواطنين في البقاع بأمر من المشنوق والحريري لدعم لائحة المستقبل ترجمة نانسي قنقر